السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتعرف اليوم إن شاء الله على مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي لسنة 2020-2021 من أهم المستجدات هو مكون التواصل الشفهي في السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي مكون التواصل الشفهي يعتبر التواصل الشفهي في السنتين الخامسة والسادسة امتدادا لمكتسبات المتعلمات والمتعلمين في السنوات الثلاث الأولى من خلال الحكاية والوضعية التواصلية وفي السنة الرابعة من خلال النصوص السماعية ويستثمر في المواد الدراسية المختلفة من أجل اكتساب المعارف وتنمية القدرات والمهارات والقيام وإنماء شخصية المتعلمات والمتعلمين موجهات مكون التواصل الشفهي يقدم نص سماعي واحد كل أسبوعين بمعدل حصة واحدة في كل أسبوع ويستثمر في تدريب المتعلمات والمتعلمين على مهارة الاستماع واستخلاص المعلومات والمعطيات والأفكار كما يمكنه أن يسمح المتعلم بالإنتاج الشفهي والتعبير عن وضعيات ومواقف تواصلية مرتبطة بالنص المسموع ففي الأسبوع الأول اكتساب المتعلم القدرة على فهم المسموع وتحليله ومراقشته واستثماره وفي الأسبوع الثاني إعادة الإنتاج الشفهي من خلال النسج على غرار أساليب النص وبنياته اللغوية التوسع في مواقف النص إنتاج نص جديد تشخيص مواقف النص فسح مجال التحدث عن طريق تنظيم موائد مستديرة تشخيص مواقف النص فسح مجال التحدث عن طريق تنظيم موائد مستديرة عروض لعب أدوار مناظرة عرض أو فيلم قصير أهدف التواصل الشفهي يهدف مكون التواصل الشفهي إلى أن يفهم المتعلم المعاني الصريحة والضمنية للنصوص المسموعة يعيد ما سمعه بأسلوبه الشخصي يحدد الفكرة العامة للنصوص التي يستمع إليها يحدد الأفكار الرئيسة للمسموع يفهم المتعلم المعاني الصريحة والضمنية للنصوص المسموعة يعيد ما سمعه بأسلوبه الشخصي يحدد الفكرة العامة للنصوص التي يستمع إليها يحدد الأفكار الرئيسة للمسموع يلخص النصوص المسموعة يعبر عن مواقفه وأفكاره في الموضوعات المسموعة ويعللها يناقش شفهيا ما يسمعه من أفكار ومعلومات يستعمل أسلوبا استدلاليا للدفاع عن وجهة نظره أو فكرة معينة قصد إقناع شخص أو جماعة يحترم آداب التواصل المتعلقة بالإنصات والتحدث في مواقف التحاور والنقاش يتواصل شفهيا باستعمال رصيد معجمي وظيفي حسب سياقات التواصلية يوظف أساليب الحجاج والدلائل والبراهين يتحاور مع رفاقه بلغة عربية فصيحة يطلب معلومات وإرشادات بلغة عربية فصيحة وميسرة ينتج نصا جديدا ويتوسع في مواقف النص وشكرا جزيلا على تتبعكم وبالتوفيق الجميع إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر